اهلا بحضراتكم من جديد متوسطين معكم في بيافتنا لأستاذ محمد ضماط المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي فوق السن أستاذ محمد كنت من الكلم قبل الفصل على رسالة الدكتورال التي تسجلها في إحدى الجماعات الأمريكية عن السوشيال ميديا وتأثيرها في تغيير النمط الاستهلاكي للسلعة الغذائية وحابة أربط بينها وبين السوشيال ميديا وتفاعلها مع القرار الرياضي وتأثيره أنت واحد من المقلين جدا في الظهور الإعلامي وده معرفش ليه يعني هل ده التزام بالنسق العام بص حاجتين التزام بالنسق العام وأنا عندي طريقة معينة لنفسي بإطار معين عايز أحط نفسي فيه أنا بحب أن أنا أبقى لود بروفايل يعني أنا بشوف أن عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لازم في بحريس دايما يظهر إمتى يتكلم إمتى يتكلم بحساب بشوف دايما عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ممكن اسمه يبقى معروف لكن مش لازم مش يبقى معروف يعني أنا أول مرة في حياتي أطلع في برنامجين الوحدي في أقل من أسبوع ولذلك أنا عمل تحدي مع نفسي أنا ما أتكلمش في اللي كلمتي فيه في البرنامج التاني أنا عايز أبقى متجدد طبعا فبرغم هذا الظهور المحدود جدا إلا أن أنت واحد من الرصدين تفاعل السوشيال ميديا وتأثيرها صحيح أن أنت في المجال العلمي رأس التأثير على النمط الاستهلاكي الغذائي لكن في الرياضة لازم لازم تشوف نبض أنت النهاردة السوشيال ميديا هي نبض الناس بغض النظر على أن في بعض الحاجات ممكن تبقى فيها نوع من الأفور لكن لازم تبقى شايف ده في طبيعة شغلي يعني مثلا بنزل إعلان للشركة على السوشيال ميديا لازم أخش يعني لازم أخش خش على بنفسي بص على فيباك الناس عجبها مش عجبها نزليه منتج جديد لا قبول لا مش قوي نص ونص كياسات الرأي العام مهمة طبعا مية في المية ما ينفعش بقعد في برج في برج مرهزة خالص بالعكس وعلى فكرة ده بيشدة عصابي جدا يعني ده من النوع من الحاجات مش قد أعصاب يعني أنا أنا من النوع اللي ممكن نروح للمشكلة يعني أنا بقعت فأمان تلات لي مثلا فتحت الصفحة بتاعت الشركة عندي ودخلت فعرفت إن في مشكلة فتقين أنا خلاص دريفتد وروح تورى المشكلة دي بس النجاح هو أنك أنت تبقى عارف إيه اللي بيدور على الأرض وتبقى راصد ده ما تبقىش قاعد في برج لوحدك وشايف إن الدنيا كلها تماما عمرها بتمشي كده فده بيرعى يعني نبض الجمهور بيرعى رياضية مش عايزة مش عايزة روح للسكة بتاعت فكرة إن يقول لك إن ده بنديرن وده بيأثر علي لا ونه ده بيحرك ما فيش حاسب تحريك في النهاية في النهاية في معطيات معينة بتبقى عندنا إحنا كمجل الصدارة مش موجودة عند الناس أيوة فإحنا بالذات كنادي جماهير كبير طبعا فإحنا في المعطيات دي بنشتغل على هذا الأساس إنما في بعض الأحيان وأحيان كتير قراراتك بتتفق مع رغبات الجمهور إحنا في النهاية إحنا جمهور إحنا بنراعي بنراعي جانب المصلحة النتي الأهلي إنه مصلحة الجمهور وأعضاءه بالآخر إحنا جايين نخدم الجماهير وأعضاء جماهير مش جايين ندور حاجة فأحيانا رغباتك بتتفق مع الرز فإبارة أننا متأثر بس في النهاية, في النهاية احنا مرضو جمهور ما أنت مش هتعرض الحقيقة إذا كان النبض جاي هو ده اللي هو ده الطبيعي. وفي معطيات تانية بتبقى عندنا في مواضيع تانية بنفضل أن نحن نسكت خالص وبنتهاجم عليها وبنعمل لك. مفضل أن ناخد جنبها. وده أنا أعتقد ده الرأي البديل عن المدرج. ده بقى المشكلة الكبيرة. إنك إنت بقى لك نبض تسعة سنين تقريبا مش بتلعب جمهور من 2012. فنبض المدرج جاي من السوشيال. المدرج كان بيلم كل حاجة. مدرج كان بيلم كل حاجة وكان صوت واحد. النهاردة أنت عندك تنية صوت. فالمدرج كان بيلم الدنيا كلها. في الوقت الموضوع مش كده. فالموضوع أنا كنت بقى عندك رأي واثنين وثلاثة وعشرة ومية. وإخناقات وإخناقات ما بين الجماهير وبعضها الفرق وبعضها. وأحيانا إخناقات ما بين جمهور النادي الواحد. ولا أنت بتشجع بطريف ولا نيو. في النهاية كله بيحب ندي النادي. بس كل واحد بقى ليه طريقة معينة في التشجيع. المدرج كان بيحمي القصص دي. المدرج تأثيره أقوى بمراحل من السوشيال ميديا. ما فيش مقارنة. أنا رجل عيشت حياتي كلها في المدرج. وشفت دلوقتي يابلنا تسعة سنين من ألعب الجرج ومهور تقريب.